سلام الله عليكم مشاهدين وهلا بكم لمعرضي لأهم ما تدولته الصحف الوطنية والدولية لنهار اليوم البداية بيومية الحياة التي عنونت بالبنط العريض على الصفحة الأولى من يومية الحياة هذه تعليمات الرئيس بون حيث تراث رئيس الجمهورية عبد المجلس بون اجتماعا لمجلس الوزراء تنول مشروعي قانونين تعلق الأول بالنفقة والثانية بتسوية الميزانية لسنة 2021 وعروضا منها التحول الرقمي في الجزائر ووضعية محطات تصفية المياه المستعملة وعقب ترحيب بالوزير الأول الجديد نذير العرباوي وتمني له التوفيق في مهامه تم عرض هذا الأخير لنشاط الحكومة في الفترة الماضية حيث أزد السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية مشددا على وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي لم تجسد أو تأخر تنفيذها إذ ليس هناك أشد وقعا على مواطنين من عدم تنفيذ التزامات الدولة وحث أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري وإبقاء دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نصب أعين الحكومة من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية وجعل البرامج السكنية بكل صياغها ضمن الأولويات صيانة لكرامة المواطنين وتيسير حياتهم في نفس الموضوع كتبت يومية الإكسبريسيون وعنونت بداية رائعة للعربوية وتقرؤون في المقال بعد 72 ساعة من تعيينه على رأس الحكومة بدأ الوزير الأول نذير العربوي العمل على وضع فريقه في وضعية الاستعداد للمعركة وفي أول مجلس للوزراء الذي ترأسه أمس رئيس الجمهورية تلقى العربوي تعليمات حازمة بقيمة خارطة طريق مصحوبة بختم الاستعجال خاصة بالنسبة للمشاريع التي تأخرت عن جدولها الزمني وعلى جدول أعمال هذا الاجتماع هناك مشروعان للقانوني الأول يتعلق بالنفقة والثاني بتنظيم الميزانية للسنة المالية 2021 بالإضافة لعروض حول التحول الرقمي في الجزائر ووضعية محطات معالجة المياه المستعملة وكان قد أصر رئيس الجمهورية على الالتزام الصارم بالمواعيد النهائية لإنجاز المشاريع تطرقت جريدة المجاهد النطقة باللغة الفرنسية حول تاجيل المجلس الشعبي الوطني التصويت على مشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية ونشاط السمعي البصري إلى غاية يوم الأحدى المقبل وفي كلمة لوزير الاتصال محمد العقاب عقب اختتام الجلسة أكد عدم وجود أي قضايا محل خلاف تتعلق بالمواد التي جاء بها مشروع قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية ومشروع قانوني نشاط السمعي البصري واستضرد الوزير في حديثه قائلا يوجد نواب متمسكون بالمادة التي تتعلق بالجنسية وهو ما لا يمكن المساس به كون القانون العضوي المتعلق بالإعلام صادق أو صادق عليه البرلمان بغرفته كذلك يوجد بعض من النواب ردون توسيع أعضاء سلطة الضبط وهو أمر مستحيل لأن الدستور ينص على ذلك بصراحة وهي من صلاحية رئيس الجمهورية وهو من يحدد الأعضاء ويضيف العقاب الأمر ذاته بالنسبة لقانون العضوي حيث يريد بعض النواب فتح المجال مما المستثمرين بمعنى أنه يمكن لمن له القدرة على فتح عشرة قنوات أن يفعل ذلك وهو ما يتعارض مع قضايا الاحتكار وفي الأخير جدد وزير الاتصال تأكيده في عدم وجود أي خلاف حول القانون تطرقت يومية الاقتصادية الأولى إلى اعتماد استراتيجية جديدة مبنية على تحسين المردودية وعنونة 2024 ستكون سنة نهضة صناعية حيث أكد وزير الصناعة والإنتاج يا صيد لاني علي عون بالمجلس الشعبي الوطني أن 2024 ستكون سنة نهضة قطاع المؤسسات الاقتصادية العموبية من خلال تنفيذ استراتيجية ترتكز على تحسين الحوكمة وإعادة بعث الوحدات المتوقفة مشيرا إلى تعافي شركات القابضة والمجمعات الصناعية في الوقت الذي تعرف فيه بعض المجمعات والشركات هاشاشة وضعفا في الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة المنافسة هذه يوميات غزة والحمد لله هكذا عنوان جريدة الخبر في إصدارها لنهار اليوم وتقرؤون في فحوى المقال هنا تسير حياة الفلسطينيين في غزة خارج دائرة الموت المباشر تحت القصف الدموي حياة موت أخرى بطيئة فيها أشكال غير مسبوقة من المعاناة والعذاب والهوان لا تقل عن ألم الموت الذي يبث رائحته في كل مكان مع رائحة البرود وبقايا الصواريخ ورماد القنابل المبزوجة بالخوف في كل الاتجاهات والوقات المستشفيات تحولت إلى سبب للموت بدلا من أن تكون سببا للحياة والنجاة الموت الذي يهدد الجميع ويحول الليل من سكينة إلى خوف وقلق فقد يكون بيتك الهدف القادم أو بيت جارك أو يتم استهداف عابر أمام بيتك فتنهار عليك الجدران بلا مقدمات في نفس الموضوع كتبت يومية الوطن وعنونت مستشفيات غزة تحت الحصار حيث أن الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء أخرج أمس المجارف والمعاولة لدفن موتاهم تحت الأرض في مقابر جماعية لأنهم لم يتمكنوا من دفنهم خارجا في المقابر حتى التي قصفت من قطاع غزة كما أن شدة القصف التي يقوم بها الجيش الصهيوني وعدم القدرة على الهروب من المستشفى المحاصر منذ عدة أيام من قبل المدرعات والقناصات يرقى حتما إلى حكم الإعدام على مئات الجرح والمرضى والنازحين وأعلن مديرها أنه تم دفن 179 جثة على الأقل في مقبرة جماعية محفورة في مجمع مستشفيات الشفاء في شانيات دولي مشاهدين ارتكز اهتمام يومية الشرق الأوسط حول الأوضاع في غزة وعنونة إسرائيل توسع توغولها وكارثة المستشفيات تتفاقم في اليوم تسع وثلاثين للحرب احتدمت المعارك في مدينة غزة مع تقدم الكيان الصهيوني في عمقها أمس الثلاثاء وسط تقارير عن تفاقم أزمة المستشفيات فيها بعدما توقف كثير منها عن العمل وتحولت بحات بعضها إلى مقابر جماعية وقال مواطنون في مدينة غزة للشرق الأوسط أنهم باتوا محاصرين مع وصول الجنود الصهيونيين إلى مناطقهم وحاراتهم مشيرا إلى أن أي شخص يتحرك في شوارع غزة يتم استدافه من الطائرات المسيرة والدبابات والجنود ومع إحكام حصار المستشفيات اضطر الأطباء في مستشفى الشفاء أمس إلى دفن جثامين عشرات المواطنين في الساحات الخارجية وقال صحفيون أن مواطنين وطواقم طبية وإدارية تطوعوا لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع وتمكنوا من دفن نحو مئة أو مئة من الجثامين مشاهدين بيومية الشرق الأوسط نصل إلى نهاية معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله